السلام عليكم عمين اي رب تكونوا كلكم بألف خير بعد تزرع على الدوشة اللي جنبي علشان انا بسجل وجنبي شارع فدوشة وكده هتكلم النهاردة ان شاء الله عن زيت جوز الهند الانواع اللي انا جربتها والحاجات اللي انا حبيتها ومشيت معايا ومشيت مع شعري والحاجات اللي انا حسيت انه لقا مش حلوة ومش هت يعني خلت شعري تعبين اوكي اول حاجة هتكلم عنها هو اشهر نوع زيت موجود هنا زيت جوز الهند في الفترة الاخيرة زهر زيت جوز الهند حجمه 500 ملي وكان سعره 85 جنيه والناس كلها روحت اشتريته وكان سعره ممتد وناس كتير اتكلمت عنه وقالت ان هو كويس جدا واصلي وكل حاجة من مميزات جوز الهند ان هو بيتجمد في الشتاء وفي الصيف بيبقى سايح فده تعرفي ان هو اصلي احنا مشكلتنا هنا في مصر ان احنا معظم الزيوت اللي عندنا مش اصلية يعني متضافلها حاجات تانية حاجات تانية دي احنا ما نعرفش هي ايه ممكن تكون مفيدة او مصر ممكن تكون درة الله اعلم فدايما مندور على الحاجة الاصلي فلما لقينا ام تنين بما انها شركة دلوقتي معروفة ومنزلة زيت الجوز الهند ده فا احنا جبناه انا تجربتي معي انا شايفة ان الزيت ده مش اصلي انا واحدة من الناس اه لما بجرب حاجة من كتر اما انا بجرب حاجات كتير فلو جربت حاجة وترعت ان هي مش حلوة اه بعرف الجودة بتاعتها بعرف ان الجودة بتاعتها اقل مش مش عالية ودي ميزة ان حد يكون يجرب كتير اه زيت جوز الهند من امتنان مش اصلي اه مش اصلي مية في المية هو هو متضاف له اضافات انا ما اعرفش الاضافات دي هي ايه ولكن هو مش نقي مية في المية زي ما هم كادبين طبعا هم كادبين عنين هو ينفع للاكل وان هو بيور مية في المية انا مش متأكدة من الموضوع ده انا مش عارفة هو متضاف له زيت زيت البرافين او البرافين انا مش عارفة بيتنطق ازاي ولكن اه زيت ده اصلا مفروض ان هو مستخلص من البترول فده حاجة مش حلوة يعني مدر انا معرفش هو فعلا فيه الزيت ده ولا لا علشان ما بقاش انا قلت الكلام مش صح ولكن معظم الزيوت الموجودة في مصر المضروبة متضاف عليها زيت البرافين ده تمام انا لما جربته محسيتش ان هو عطاري زي بقى ما بنسمع ان هو بيور وحلو قوي وهيغير الشعر انا ما حسيتش بكده خالص النوع التاني اللي انا جربته واعجبني اه بصوا اه انا مش من الناس اللي بتطلع علشان يجي لها هدايا اه بقول ان ده حلو انا مش كده ولا انتو كلكوا ولا العالم كله هايسوا ان انا اخذ ثم بعد حاجة او معرفقة او زي كده دي حاجة طفه جدا أن لو يجلي هدايا حاجة واحدة انا بشتري فوقيها مميت حاجة فارجوكم بالاشك سوق الزن ان انا بطلع عمل علناتلي حاجة انا لما بيجي pike بيجي له جيده coûص عشان اه انا اقول الصفحة بتاعتي هونتو تعرفوه لو انا بقى اجربت المنتجات اللي بعتتها لي وكويسة هقول كويسة ولو وحشة هقول وحشة انا لو جالي اغلى منتج في العالم وما عجبنيش هقول وحش ولو جالي ارخص منتج في العالم وحلو هقول حلو دي امانة بيني وبين ربنا انا محد يعني انتو ما هتعرفونيش انتو ما هتعرفونيش فما بلايش تحكموا علي انا مليش ضعب حد تاني بيعمل كده او لا دي حاجة ترجع له هو ربنا اللي هيحزبه لكن انا بتكلم بكل امانة على تجربتي انت تقدر يتاخذي التجربة دي نفعتك خديها وامشي ما نفعتكيش برضو سمعيها وامشي يعني ما تقيميش انا كشخص قيم الحاجة اللي انا بقدمها عجبتك عجبتك ما عجبتك خلاص انا وضوع بسيط ولكن ان انتو تقولي عليا كلام مش فايد مش حاجة حلوة لان انا كده مش هسامحك عليها انت كده بتخشي فنياتي وبتشيري زانا باخد منك حسنات تمام فانا والله بحبك ومش عايزك ان انت تاخدي زنب على الفودي فانا بقولك اهو ببرق زميتي لو انا منتك شايفا وحش هقول وحش مهما كان غاري ومهما حصل انا هقول وحش انا مش بيهمني حاجة ومش بيهمني حد والوقت كفير ان هو يثبت لكل انسان الانسان الكويس من الانسان الوحش والانسان الصادق من الانسان الكداب زيت جوز الهند التاني اللي هتكلم فيه هو من شركة ان بي سي لما جربته عجبني جدا كنت وقتها كنت بستخدم بس امتنان فلما جربت ده حسيت بالفرق انا معرفش هو برضو بيون مية في المية ولا لا او عليه اضافات ولا لا ولكن فيه فرق شاسع بينه وبين امتنان حسيت ان هو افضل منه فعلا احسن من التاني فكرني بالزبط بالزيت اللي انتو شايفينه ده اللي هو زيت نيفرتاري انا كنت جايبها السنة اللي فاتت معلش يا الازازة العبوة قديمة كنت جايبها السنة اللي فاتت مصورة وكان عجبني جدا فلما جربت بتاع ان بي سي فكرني بالنيفرتاري فالزيت اللي كنت جايبها من انفرتاري برضو كان حلوة جدا انا معرفش هو فعلا كويس كده ولا لا يعني هو مية في المية بيور ولا لا ولكن كان مخلي شعري حلوة جدا وكان فعلا ترتيبه طحفة تمام اه في فيديو جاي بعد ده كنت قصى شعري ففيه شعر كتير انا هوريك نوعيد شعري علشان انا مش بظهر ففيه حاجات كتير مش عارف اعملها ان شاء الله الفيديو الجاي مهم برضو هتكلم فيه في مقطة تانية تمام ده تالت منتج انا جربته اللي هو نيفرتاري اه وفي اي ان بي سي انا دول انصحكم بيهم ان انتوا تجيبوهم انا اظن ان هم بيور ممكن يكون عليهم ادافوات بس معرفش اكيد ادافوات كويسة مش ادافوات وحشة يعني لان هو الاتنين انا حسطوهم شبه بعض فيه كمان الزيت ده انا جبته اه ده زيت كنت جايباه كنت طلبة من امريكا الزيت ده المفوض ان هو اه طبعا انا عرف ان فيه ناس كثير متقدرش اتجيب من بره ولكن انا هقول لك بردو الانواع للناس اللي تقدر تجيب من بره والناس اللي متقدرش هتجيب اه من بره تقدر يتجيبي زيت بقى من اين بي سي من неوفرتاري اه فيه كمان صفحة اسمها ايجي بيور ان شاء الله انا زي ما اعطوكم ان انا هجيب زيوت ناو وجربها واقلوكم واقلوكم الفرق بينها وبين الزيوت في مصر اه برضو ان شاء الله هجيب من اي جي بيور وهقول لكم الزيوت بتاعتها زي زيوت التانية وناو كده ولا لأ باذن الله دي الزيوت زيت جوز الهند اللي اصلي ماه في المية وتقدروا يتطلبي اي واحد فيهم اونلاين بقى يعني من اي حد تطلبيه اه في امازون وفي دراب ستور تقدروا يتطلبي منهم اه ده كده كان الفيديو وانا مش بزم في منتج ومش بحاس رأيي في منتج انا بقول دي تجربتي معهم انا اللي نفع مع شعري واللي حسيت ان هو يستاهل كان نيفرتيري وكان ان بي سي ولسه هجرب زيوت تانية برضو هقولك ولكن زيت امتنان انا ما بنصحش به خالص لان انا شعري اصطر من نوع اللي يعني لو ايه لو حاجة مش مش كويسة بس بنسبة خمسة في المية بيبان عليه عشان كده دايما بقى رفحكم على منتجات الشعر كويس جدا اي بس كده ده كان رأيي الشخصي واتمنى يكون الفيديو فاتكه واسف على القطانة واشوفك على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع السلام